السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدي قناة سعدة تقنية الأعزاء مع هذا الموعد التقني الجديد موعد هذا اليوم إن شاء الله سوف نتحدث سويا عن تغرى أمنية خطيرة يعاني منها عدد كبير من الأشخاص على تطبيق الواتساب بالنسبة إذا كنت تتوفر على تطبيق واتساب فلا تخف وتقول أن هذه التغرى الأمنية فهي عامة أو عدد كبير من الأشخاص ربما قد تصيبهم نفس المشاكل التقنية التي أصبت عدد كبير من الأشخاص بل فقط تم التنبيه إلى الأشخاص الذين يتوفرون على إصدارات تطبيق واتساب القديمة وهذه الإصدارات أصدقاء الكرام هي الإصدارات ما قبل الإصدار 22 نقطة تقريبا 16 نقطة 12 فهذا الإصدار أصدقائي الكرام ما قبله من الإصدارات هي التي تعاني من تغرى أمنية على مستوى كاميرا الفيديو بحيث أنه المخترق يستطيع طبيعة الحال أن يرسل لك طلب مكالمة فيديو بشكل مباشر ومن ثم قد يشرع الوصول إلى بيانات الهاتف ومن ثم يستطيع تنصيب أي برنامج خبيث وكذلك من خلال نفس التغرى يمكن للشخص أن يرسل لك ملف فيديو تعتقد على أنه فيديو في الحقيقة ولكن عندما يتم تثبيته في هاتفك مباشرة يتحول إلى ملف برمج خبيث يشرع مباشرة في إرسال البيانات للشخص المخترق عن طريق الحاسوب أو عن طريق أجهزة أخرى لذلك أصدقائي الكرام في هذه التغرى الأمنية التي تم اكتشافها يوم 21 سبتمبر 2022 فهدفها هو الدخول عن طريق البرنامج لتنصيب برمجيات خبيثة لا أقل ولا أكثر بحيث أنه حسب مقياس CVE تم تصنيف هذه التغرى أصدقائي الكرام كتغرى حريجة أو تدخل في مرحلة الخطر بشكل كبير بحيث أنه تدمنى تصنيفه تقريبا بمعدل 9.8 على 10 بحيث أنه أقصى قوة أو أقصى التغرى الأمنية خطرا على الأشخاص وبالتالي فما هو الحل أصدقائي الكرام لنتجنب هذا المشكل جميعا وهو أن تقوم بتحديد تطبيقك من الآن خصوصا إذا لم تقوم بتحديته منذ مدة قم بتحديته سواء من متجر جوجل بلاي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالواتس أب الذي سأتركه إن شاء الله لكم في الدائرة الويضاء أعلى من خلال الرابط الإلكتروني كذلك هناك تدوينة يمكنك قراءتها بشكل يعني تتمعن بشكل أكبر وبالتالي ستستطيع إن شاء الله من تجاوز هذه المشكلة التي بالفعل تم التأكيد عليها من طرف واتس أب وكذلك من جهات خاصة بمجال الأمن والحماية إذن أرجو من الله أصدقائي الكرام أن تكون هذه الحلقة قد أفادتك وإذا أردت أن تفيد بها أشخاص آخرين يمكنك مشاركة هذه المعلومة معهم لكي كذلك ينتبهوا إلى نوع الإصدار الذي لديهم في التطبيق ويشرعوا مباشرة بتحديد التطبيق بشكل مباشر في حال ما إذا كان الإصدار كما قلت لكم إصدار واتس أب 22-16-12 الإصدارات ما قبل هذا الإصدار كلها أصدقائي الكرام معرضة لهذه المشاكل سواء على نظام الأندرويد أو عن نظام الآيو أس أو حتى على الواتس أب بيزنس إذن أرجو من الله أن أكون قد وفقت عجبتك الحلقة لايك سبسكرايب ولا تنسى شير وكذلك تعليق إلى اللقاء